برلين حيوية سريعة جذابة الحياة الليلية مثيرة والنوادي الليلية هناك من أشهر النوادي على مستوى العالم وتمثل عنصر جذب للسائحين في الداخل والخارج عدد زائر برلين يرتفع بشكل سريع يمكن التعرف على جانب آخر من برلين هنا في ملجأ إيواء شتاتميسيون الشتاء في ألمانيا قارس وعندما يحل الليل يأتي الأضعف حالا إلى ملجأ الإيواء بحثا عن طعام دافئ ومكان آمن للنوم يمكن الشعور بالأمان هنا دون الحاجة للخوف من التعرض للقتل ضربا الخطر موجود دائما في الخارج النصيحة والإنسانية موجودتان هنا يهتم المتطوعون هنا على وجه الخصوص بمشرد المدينة فهم يقومون بطهي الطعام وتوزيعه عليهم وإمدادهم بالأدوية ولا يأتي المتطوعون من برلين فقط مثل هيرين هذه المهمة الثالثة لي هنا أحب العمل التطوعي هنا والتعرف على جانب آخر من المدينة سائح في مهمة خيرية سافر وفعل الخير هذه هي الفكرة وراء الشركة الناشئة التي أسستها الشابتان هانا لوتس واشتيفاني فورست فمهمتهما هي إدلال متطوعين مثل هيرين على مهام إغاثية قصيرة المدى وقد واتت هما تلك الفكرة خلال رحالات قامت بها من قبل نريد دائما أن نعايش المدينة بشكل مختلف عن معظم الناس نريد أن نشاهد ما وراء الكواليس ونقدم شيئا في المقابل إذا واتتنا الفرصة من هنا جاءت فكرة فوستل أنشأت الشابتان موقع فوستل ليتمكن الراغبون في المشاركة في أعمال تطوعية من تسجيل أنفسهم عليه المشاركة ستكون قصيرة المدى وهي فكرة جديدة على المدينة هذا المشروع مختلف عن نظام العمل التطوعي في برلين ولأن الأعمال التطوعية تعتمد على المهام طويلة المدى اضطررنا إلى القيام أولا ببعض الإعدادات والاتصال بالمنظمات الإغاثية الفكرة تحققت عبر مشروع فوستل قدم أكثر من مائة متطوع من ثلاثين دولة مساعداتهم في أعمال تطوعية خلال الأشهر الأخيرة أعيش في شيكاغو وأنحدر من الولايات المتحدة وأقيم في برلين منذ أسبوعين سأظل هنا لمدة ثلاثة أشهر للانقراط في المدينة أدرس في هولندا وأزور هنا أصدقاء لي بحثت على موقع كاوتش سيرفينغ لخدمات الضيافة عن الأعمال التطوعية وتوصلت إلى موقع فوستل تعدد جنسيات المتطوعين يصب أيضا في مصلحة ملجأ إيواء شتات ميسيون النمط التقليدي للمشردين لم يعد موجودا فهم ينحدرون من دول مختلفة هذا يعني أنه عندما يأتينا هنا متطوعون يتحدثون اللغات ويعرفون كيف يتتواصل مع هؤلاء المشردين فإن ذلك يساعدنا بصورة كبيرة في عملنا في ألمانيا يشارك ثلثاء السكان في أعمال تطوعية وبدون هؤلاء الأشخاص ستضطر مؤسسات مثل شتات ميسيون لإغلاق أبوابها وسواء كنت تعيش في برلين أو مجرد زائر لفترة قصيرة فإن فائدة العمل التطوعي تعم على جميع المتطوعين السعادة تظهر على وجوهنا عندما يدرك المشردون أنهم مهمون بالنسبة لنا وعند الاستمتاع بالعمل التطوعي المقابل الذي سنحصل عليه هنا كبير جدا اشتركوا في القناة